اشتركوا في القناة ولمواجهة هذه التحديات قامت الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات بوضع سياسات وبرامج خاصة لتحفيز الشباب على العمل والعطاء ومن بين هذه البرامج مقاولة وانطلاق وفرصة وأخيرا أوراش فهل بإمكاني مثل هذه البرامج أن تبعد هؤلاء الشباب عن شبح البطالة وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني الذي يعتبر المورد البشري من أبرز عوامل النمو وتحقيق التقدم والاستهار للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أرحب باسمكم بأمين سنوني رئيس المجموعة المغربية الشابة للشأن العام والاقتصاد أمين أهلا ومرحبا بك وكل عام أنت بألف خير مرحبا بك أرساد نوفل شكرا على التعوى وعيد مبارك سعيد شكرا جزيلا لك في البداية نحن نتحدث عن بناة الغد عن عماد أي مستقبل عن أهم ثروات أي وطن ألا وهو المورد البشري فما بالك إلا كانت الفئة المعنية هي فئة الشباب الشباب اليوم في المملكة المغربية يعني للأسف خاصة بعد جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات من الناس الذين تأثروا بشكل كبير جدا سنخوض في هذا الموضوع بتفاصيله ولكن قبل أن نبدأ به أريد أن أتعرف على المجموعة المغربية الشابة للشأن العام والاقتصاد وإن كنا قد تعرفنا وعرفنا عليكم السادة المشاهدين في برامج أخرى في قناة ميديانتي بالنسبة للمجموعة المغربية الشابة للشأن العام والاقتصاد هي جمعية وطنية تهتم طبع الحال بفئة الشباب باعتبارهم عماد رئيسي تنمية داخل المجتمع والهدف بطبيعة الحال هو العمل مع الشباب ومواكبتهم في شيقين أساسيين الأول هو الشأن العام من خلال متابعة ومراقبة السياسات الحكومية وخلق قوة اقتراحية من خلال تقديم بدائل وأراء وأفكار هؤلاء الشباب حول مختلف التوجهات السياسات العامة من جهة وكذلك الشيق الثاني ومتعلق بمواكبة المشاريع ذات البعد المواطن حيث يتم بطبع الحال بلوارات مشاريع بشكل موسمي نحن نتعامل مع الطلبة الجامعية في مختلف مدارس ومعاهدة تكوين الجامعية على الصعيد الوطني وبالتالي يتم خلق هذه المشاريع داسبوء المواطن ليس بغرض النفعي وإنما فقط لتحرير طاقة الانتماعية مؤسسة غير ربحية توجيه الذي نفتقده للأسف خاصة في مراحل تعليمية مهمة جدا بالنسبة للشباب الشباب اتفق على شيء لم يتفق عليه الكبار ربما ألا وهو أن نسبتهم بالنسبة للهرم السكاني في المملكة 34% وأيضا نسبة البطالة لديهم تصل لـ 34% لا نريد أن نحيل إلى تواريخ هذه الإحصائيات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط ولكن في آخر الإحصائيات هذه هي النسب للأسف البطالة اليوم تتجاوز 12% في المدار الحضري 15% تراجعت في المحيطة أو المدار القروي نوعا ما من 7 إلى 4 فاصلة أرقام قد تحيب إلا أن هناك أزمة بالفعل وحين نتحدث أن لدينا 11 مليون عاطل عن العمل نسبة الثلث ليست بالنسبة قليلة يعني 3 ملايين أو 4 ملايين تقريبا كيف تنظرون أنتم الفاعلون في هذا المجال في إطار المجتمع المدني لكل هذه الأرقام هل تدق لكم لديكم ناقص الخطر وتفعل رؤى ربما تكون ذات بعد مستقبلي باتجاه الشباب تماما بالنسبة لهذه الأرقام التي قدمتمها بطبع الحال هي أرقام نعتبرها يعني أرقام مخيفة الاعتبار طبع الحال لأن تفاقم يعني مشكلة بطالة هو أصبح إشكال لأنه تركم على مختلف الحقاب وبالتالي مختلف الحكومات التي تعقبت على المغرب لم يتسنى لها طبع الحال حل هذا المشكل ربما تخفيف منه ولكن حله بشكل نهائي يبقى طبع الحال بعيد للمنال وبالتالي هذه الأرقام التي نتكلم عنها الشباب النسبة مهمة في المغرب يعني 34% من الساكنة الإجمالية وهذا طبع الحال مورد أو رأس مال بشري يعني يجب أن يتم رئيس السمارة فيه بطريقة أقلانية حتى يتم طبع الحال دفع بعجلة التنمية ونحن نتكلم عن نموذج تنموي جديد ربما طبع الحال يضع الشباب في صلب اهتماماته لكن هذه النسبة كما ذكرت يعني نابعة كما ذكرت من مجموعة من الإشكالات التي تركمت من خلال سنوات بطبع الحال وهذه المشاكل نحن نعيها نظرا لأننا كما ذكرت متواجدنا بالميدان مع هؤلاء الشباب والمخيف للجانب هذه الأقام هو رقم متعلق بالشباب الحاملية الشهادات العليا والذين ربما بعد أحيان حسب إحصائية مدوبة سامية تخطيط يعني يفوق عدد منهم ليس لدهم مؤهلات أو ديبلومات وبالتالي فهذا مشكل في حد ذاته ونحن بالنسبة للمجموعة المغربية الشباب الشائعة واقتصاد نحاول من خلال توجيه بطبع الحال في المدارس والمعهد إلى اللاعب والورقة البديلة هي المشاريع بطبع الحال الخاصة يعني زر هذا الروح بدها من خلال ورشات منظمها إلى آخره نعم ومن بين أيضا الإحصائيات والأرقام أو المعلومات التي تدق نقص الخطر مرة أخرى أو كتخلع بالدريجة هي أن نتحدث عن الثلث في فئة الشباب لا يتعلم ولا يعمل وأيضا هذا الرقم إن قمنا بتحيينه عدديا قد نقول بأننا نتحدث عن أكثر من مليونين شاب يعني ديرين بوس لا يمارسون لا نشاطا ثقافيا ولا تربويا ولا جمعويا حتى ولا سياسيا ولا فكريا ولا تجاريا فاليوم هل هم نتاج منظومة تعليم وتشغيل فاشلتين أم أنهم يعني جزء من مجتمع له نسيجه الاقتصادي المعين وله منظومة تربوية تستحق أو ربما لابد من مراجعتها في أقرب الأجار تماما أنا أتفق معك بالنسبة للسببين الأخيرين السبب الأول وهناك نوع من عدم التوازن بين المسارات الأكاديمية التي يتابعونها هؤلاء الطلبات بنسبة المتمدرسين بطبيعة الحال والسوق الشغل وهذا هو بطبيعة الحال تتسير بشكل كبير درجة أنه لاحظنا في الأوين الأخيرة مجموعة المبادرات لإصلاح تكوي المهني إلى آخرين من أجل تقريب سوق الشغل من المسارات الأكاديمية هذا من جهة أخرى بطبيعة الحال هناك كذلك بالنسبة غير المتمدرسين يعني سقط سقط يعني عام نتكلم كذلك على عدد كبير من الشباب سواء من هم تحصلوا على ديبلومات أو فيما صار يعني تحصل هذه الدبلومات أو غير المتمدرس الذي يحلموا بالهجرة إلى الضفة الأخرى وهو رقم كذلك مخيف نتكلم عن 73% من أولى الشباب استثمارت الدولة فيهم وهم بطبيعة الحال لا يرون فرصة في المغرب يعني محفزة لا بطبيعة الحال مناخ ملائم حتى يتمكنون من شقي طرقهم في المجال المهني أظن أن يكون تدخل هذه العاملين يعني عامل عدم ملائمة سوق الشغل للتكوين وكذلك السخطة الاجتماعي يعني الذي يأتي من تراكم الخيبات الأمل حتى غياب التوجيه ربما يعني ما الذي يحتاجه المغرب مثلا في أن يكون لديه لن أعطي رقما لأنني لا أملكه آلاف الخريجين من كلية الحقوق أو كلية الحقوق المنتشرة في المملكة مع العلم أن يعني سوق إن تعلق الأمر بسلك القضاء أو المحامات يعني لا يتحمل كل هذه الأرقام التي يتم تخريجها في المقابل نجد خصاصا في قطاع التمريض مثلا الذي لا يتطلب ربما أمكانية عالية جدا في تخصصات مع لكي نكون واضحين يعني لن نقول بأنه يعني ليس هو الطب مثلا ولكن بإمكان جزء لا أقول كل من هؤلاء أن يتوجه إلى التمريض إلى تكوين المهني الخاص بقطاعات وحرف يدوية وصناعات دخلها المغرب من بابه الواسع وعليها طلب يعني هناك مجموعة من التخصصات في سوق الشغل المغربي التي تعرف خصاصا لحد الساعة فاليوم هل هو يعني واجب الدولة اليوم أن تقوم بالتوجيه وتدارك ما فات من خلال أن يكون هناك إلزامية حتى أن اقتضى الأمر كالنموذج الأنجلوسكسوني الذي يقوم بعدم منحك درجة علمية معينة لتؤهلك للذهاب إلى تخصص أذبي أو علمي ويجبر التلميذ على الذهاب للمدارس المهنية فهل يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة في المستقبل القريب؟ فيما يخص هذا السؤال أظن بالفعل يعني أنه المواكبة والتوجيه ربما هم عاملين أساسيا يعني في خلق المناخ الملائم الذي يمكننا من تقريب بطبع الحال هو ما بين سوق الشغل والتكوين وبالتالي هؤلاء الشباب غالبيتهم يقومون باختيارات في مساراتهم الأكاديمية يعني تكون بعض مرات اعتباطية عرضية ولا تكون بطبع الحال فيها منطق المستقبل منطق بطبع الحال الإمكانات المتاحة ما بعد التخرج إلى آخر لا تكون في الحسبان لا تكون في الميزان بالنسبة لهؤلاء الشباب وبالتالي تحيد ربما هذه الدبلومات عن سوق الشغل في آخر المطاف وبالتالي دولة هنا أساسي يعني يجب أن تتدخل من خلالي كما ذكرت يعني برنامج توجهه متكامل مشكلة في المغرب أن هناك بجموعة من البرامج التي تطلق لكن غياب رؤية استراتيجية وهناك كذلك غياب التكامل يعني عندما نتكلم عن برنامج توجيهي يجب أن يكون وطني يجب أن كل القطاعات أن تكون هناك قطاعات الوزارية تكلمت عن الصحة بالنسبة للتمريد نتكلم عن قطاعات أخرى يعني يجب أن هناك هناك تدخل بطبع الحال وتوحيد الجهود حتى يكون الصدى لهذا البرنامج التوجيهي الذي كما ذكرتم بالنسبة للنماذج أخرى أنجلوسكسونية ناجحة يعني يتكلم بمنطقة درجات تدرجتك تمكنك من ولوج هذه المسالك وهذه التخصصات وهكذا دوليك نعم يعني الشباب أيضا في القطاع العمومي يعني أقل من 25 سنة لا يتجاوزون 9% هذا رقم يعني مخيف ومن هم فوق يعني بين 25 و 35 لا يتجاوزون 35% كنسبة داخل القطاع العمومي إذا شهدنا المناصب المالية التي توفرها الحكومة سنويا فلأسف الرقم لا يصل إلى مستوى التطلعات وفي ذات الآن نقول بأن العاملين في القطاع العام وحتى جزء كبير في القطاع الخاص يعني سيصلون قريبا إلى سن الشيخوخة إلى التقاعد ما سيضيف أعباء كبيرة جدا على سندوق التقاعد المهددة بشبح الإفلاس فماذا ننتظر؟ يعني في سياساتنا العمومية ماذا ننتظر بكل صراحة؟ وإن كانت الوظيفة العمومية لا تستجيب لمتطلبات هؤلاء الشباب في بلدنا القطاع الخاص فيه لم يصل استثماراته إلى المستوى التي قد نقول بأنه يفوق كما يحدث في الدول المتقدمة ثلثي الاستثمارات العمومية يعني كيكون فيه الدوبل بالدريجة لكي يستوعب هذه الأيدي العاملة التي لا تجد بد من أن تذهب يعني جلها إن ذهبت للعمل إلى القطاع غير المهيكل بالنسبة للقطاع العمومي يعني هناك مشكلة كبيرة لأنه الدولة عندما كانت خلال فترة ما بين 2000 و2007 يعني كان خلق مناصب الشغل تصل إلى 160 ألف يعني منصب شغل في السنة المالية الآن يعني نمر إلى 46 حتى من كان كوفيد 20 إلى 25 ألف أضن في عام 2020 مباشر وهناك خلق منصب مالي غير مباشر تماما وبالتالي يعني هذا التقليص نظرا لأن الدولة تعتبر أن تشغيل في القطاع العام يعني يثقل كاهلها على المستوى وطبع حالة الميزانية ولكن يجب أن نشير هنا إلى أنه مع ذلك يعني يجب أن تبدأ المجهودات لأن هذا يعني العدد الموظفين في المغرب لا يشكلون إلا إثنى فصيلة سبعة من الساكنة يعني العامة في مقارنة مع دول أخرى صغرى مثلا تونس التي تفوق هذه النسبة 3% يعني أظن أن الدولة يمكن أن تبدأ المجهود وهنا استحضر مقولة الاقتصادي البريطاني الشهير كينيس عندما تأكد أن الدور التدخلي للدولة من أجل امتصاص العباء الميزاناتية يعني عند علاقة بالميزانية يجب أن تتم بشكل رئيسي من خلال فرق خلق فرص لهؤلاء الشباب خلق الثروة ومن خلالها خلق فرص تماما لأنها ستقوم بفتح الباب على ميصراعيه يعني سياسة الطلب يعني على الخدمات وعلى السلح حتى وإن كانت هذه الوظائف وهمية يعني الدولة في صالحها إن أرادت طبع الحالة تدفع بعجلة الاقتصاد والدورة الاقتصادية برمتها صحيح وتدخل الدولة أو ما يسمى في الاقتصاد الدولة الحاضنة يحدث معنا اليوم في المغرب بناء على ورش الحماية الاجتماعية الذي يضع أسس للدولة الاجتماعية وهناك محاولات نتمنى أن تكون ناجحة لإدماج القطاع غير المهيكل الذي يؤدي إلى فاتورة باهضة الثمن بالنسبة لنزيف ضريبي تتحمل أعبائه الدولة اليوم وخاصة أن هذا القطاع يشغل نسب كبيرة جدا من السكان نعود ونستذكر ما فات قبل أشهر جائحة كورونا التي أدت إلى أكثر من 600 ألف منصب شغل نزيف في القطاع الاقتصادي هناك من فقد قوت يومه والدولة تدخلت بصندوق كورونا بمجموعة من الصبل لدعم اليوم أصبحنا نشاهد دعم قطاعي عبر قطاع السياحة والقطاع الفلاحي وغيرها ولكن حين نتحدث ببساطة أن المهن والحراف والمؤسسات والمقاولات يعني جزء كبير ويسير منها لوظف الشباب خاصة هناك مهن موسمية وهناك مهن لها علاقة بالخدمات لها علاقة بقطاع المطاعم والمقاهي وغير ذلك بقطاع السياحة والمهن المرتبطة به كل هؤلاء فقدوا عملهم بسبب حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الذي كان ناجما عن جائحة كورونا كيف تنظر للأوراش التي تم الإعلان عنها وهل يمكن أن تكون بمثابة ذلك البلسم الذي يداوي جارحا ما فاتئة ينزف منذ أن تم الإعلان عن الحجر الصحي وظهور جهة كورونا في المملكة؟ وفي واقع الأمر بالفعل تحركت الدولة مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة في تصريح الحكومي دل أكتوبر 2021 كان هناك شق أو باب متخصص في مجال إدماج الشباب والتشغيل ودعم المبادرات الفردية كان هذه البرامج التي تم الإعلان علىها في بداية هذا السنة كانت في صلب البرامج الحكومي لكن هذه البرامج جاءت وما سبق الحكومة كورونا مش البارح كورونا مارس 2019 نتذكر أن هناك انطلاقة نتذكر أن هناك تم إطلاق خطة إنعاش اقتصادي كاملة صندوق محمد السادس للإستثمار وكل وأكيد تود في غاية النبيلة أن تنعش المقاولات وأن تعيد إليها الحياة منها من أغلق منها من أعلن إفلاس ومنها من أصبح يسير ربما بطاقة لا تتجاوز 20% من الأيدي العاملة وهناك نسب متفاوي تأكيد في ذلك تماما بالنسبة للمبادرات التي أطلقت قبل البرامج الأخيرة خاصة فرصة وانطلاقة وكانت انطلاقة وكانت كذلك الصندوق المغربي للإستثمار الذي أعطيتها طبعا الحال الانطلاقة للصاحب الجلالة كلها مبادرات حاولت انتصاص البطالة في سياق الجائحة نظري أنها تفاقمت بشكل كبير وتكلمت في معرض الكلمة التدخل الافتتاحي للبرامج عن نسبة مرتفعة انتقلت كنا في 8-9% الآن 11-12% نسبة البطالة وبالتالي فهذه البرامج جاءت يمكن نقول كمسكينات ضرفية ربما حلت المشاكل بشكل جزئي لأنه لا يمكن أن نتكلم من عدم وهذه البرامج نقول أنها لم تؤطي القيمة المضافة لأناس كانوا عاجزين على أن يوفروا لقمات العيش في ضرفية عصيبة لكن ليست هناك مؤشرات لأننا نتكلم على أنه سنعود ربما إلى هذا في ما يخص الحكامة التي يجب أن ترتبط بهذه البرامج قبل الحكامة لأن تجربة مع المقاولة الذاتية مع مقاولة كيف تقيم هذه التجربة بكل صدق؟ بالنسبة للمقاولة الذاتية والمقاولة برنامجين لم يصل إلى الأهداف المتوخات خاصة البرنامج الأول الذي عمر لأزر من 12 سنة تم يطلقه مع نهاية حكومة إدريج جطو وتوصل إلى حدود 2015 من الولايات وبالتالي هو برنامج ممكن القول هدف فقط إلى أعطاء القروض يجب أن نتكرم أن هناك برنامج ليس الأبناك والقروض هو العمود الرئيسي وأنا سنعود إلى ذلك فيما بعد من نسبة للبرامج الجديدة هناك أبناك تعطي قروض بضغط هناك مدة منصوحة عليها حددها سلفاً لسداد الدين وهنا أستحضر أن هناك 1800 شاب وشاب ما زالوا في ردهات المحاكم نظراً بالحل للمحاكم هناك تنسيقيات التي بزغت لكن ألا تعتقد بأن هذه الميزات الضريبية والسداد على فترة أطول إلى غير ذلك ومنحك تلك البطاقة التي تمكنك حتى من ولوج الصفقات العمومية بيش يكونوا واضحين فيها ميزات مجرد أن نقحمك في الفعل الاقتصادي كما تقول الحكومة الحالية بأن فرصة وأوراش هي أيضاً إحياء لبعض الطبقات ومنها من سيخلق طبقة متوسطة داخل العالم القروي لكي تمارس على الأقل نشاط ما نخرجها من مرحلة الركود والانعزال فهذا أمر إيجابي على ما أعتقد لفئة لم تجرب ذاتها ولم تجد فرصة من الفرص التي بإمكانها أن تبرمج فكرة إلى واقع معاش عبر مقاولة وإن كانت صغيرة وصغيرة جداً أتفق معك لكن في سيق هذه البرامج هناك أكيد صدى طيب لبعض الشباب الذين نعتقوا كما ذكرت من البطالة ولذين نشقوا طريقهم بشكل جيد في مباعث مشاريعهم لكن المخيف أن هذه البرامج نظرة لأنها أطلقات في السنوات الماضية لدينا هناك مؤشرات دالة ومن هذه المؤشرات هي 3% فقط من المشاريع التي استمرت بالنسبة لبرنامج المقاولة الذاتي وبالتالي هذه نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الأهداف التي سترت هناك كذلك مشاكل أخرى منها الأبناء في إطار دراسة الملفات هناك تماطل هناك كذلك بعد أحيانا الضمانات وحتى وإن كانت الدولة مشاركة فمثلا انطلاق الدولة هي مشاركة في تمام الملايين راديرها مرغلاف المالي الذي خصص كاعتمادات لهذا البرنامج ومع ذلك الأبناء في الوقت داهمنا للأسف هل يمكن أن نقوم بإسقاط لما حدث مع المقاولة ذاتي مقاولة على فرصة وأوراش يعني هذين برنامجين يهدفان إلى خلق المزيد من فرص العمل وإن كانت فرص عمل مؤقتة وإلى إدماج الشباب أيضا في النسج الاقتصادي عبر أحداثهم لمقاولات شابة ومشي غير الشباب هي ما فوق 18 عاما يمكن أن نقول بأنهما مسكنات أم قد يكون فيهما جزء من الحل لمشكلة البطالة في ظرفية محلية ودولية صعبة سواء الجائحة أو تداعيتها أو حتى الأزمة التي نشاهدها الآن في السوق الطاقة العالمية بالنسبة للبرامج الجديدة خاصة أوراش وفرصة أعتبر أن أوراش كبرنامج هو في شقه الأول يعني 80% من المشاريع هي عبر عن فرص الشغل بعقود مؤقتة المتوسط هو 6 أشهر وبالتالي هي حل تم الإعلان عنها بالنسبة للبرنامج هذا البرنامج أنه هو حل بالنسبة لمن فقدوا الشغل خلال الجائحة بالدرجة الأولى وكذلك لبعض الفلاحيين في المجال القرامي دون اشتراط أي مؤهلات علمية تماما متاح للجميع 250 ألف كرقم 250 ألف يعني على سنتين يعني 125 ألف يعني نظن أنها جيدة لكن لحد الآن المرنامج يوطيق في يناير 2022 لدينا مؤشرات حقيقية لطبع حل التحليم ولا حتى فرصة فرصة لازال باب التسجيل مفتوحين تماما لكن ما يمكن القول أن هناك عنصرين لم يكن حاضرين في البرامج السابقة ربما هناك نوع من التكيف مع الوضع والاستفادة من الأخطاء الماضي أهمها هناك حكامة بمعنى أن هناك لجان جهوية إدماج المراكز الجهوية لاستثمار كفاعلين كذلك يعني هناك حكامة من جهة وكذلك هناك تتبع نظام معلوماتي مواكبة صحيح وهناك أيضا هناك أيضا عامل طمعنا أكثر أيضا هو المساواة الجهوية وأيضا المساواة ما بين الجنسين كنا نتحدث عن الشباب العقل يذهب إلى الذكور الشباب هم النساء في سن الشباب وأيضا الرجال والدينا المرأة المغربية يعني تضيع الدولة على نفسها ممكانيات ضخمة جدا في نسجها الاقتصادية لعدم تمكين المرأة اقتصاديا وإن كانت لدينا تجارب في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في دول الغربية في الياباني في الصين حتى كيف أن انتاج المرأة وتمكينها الاقتصادي يؤدي إلى تنمية مستدامة إلى تنمية اقتصادية فيها جني أرباح طائلة بالنسبة للدولة الآن الشباب ذكور وإناث هل تعتقد بأنهم اليوم يعني عليهم أن يقبلوا على هذه المشاريع والمبادرات التي فيها كما قلنا امتيازات نسب يعني مدة السداد القيمة المالية التي تعطى للشباب أو للمستفيدين من هذه المشاريع لا بأس بها في إنتاج مشروع ونحن لدينا نموذج من المبادر الوطني للتنمية البشرية تعونيات إلى غير ذلك التي أثبتت نجاعتها خاصة خاصة نؤكد على ذلك في الوسط القراري أظن بالفعل أن هذه البرامج لا بأس بها من ناحية سواء غلاف المالي المخصص وكذلك هناك ميزة أخرى وهي إمكانية تأجيل سداد القروض التي لم تكن في برامج سابقة حتى نترجن بمشاكل مع الأبنك أظن على أن هذه البرامج بشأنها تحل بشكل جزئي كما ذكرت الاستراتيجية الوطنية التي ننتظرها وهي أن تشمل لكل الشباب حتى نتكلم وقعيين مثلا برنامج أوراج في عشر أقاليم بعد ذلك تم تعميمه إلى آخر هناك البعد الجهوي تم أخذه على الاعتبار لكن يجب أن تتوسح هذه المبادرات حكومة في سنتي الأولى البرامج تم إطلاقها بمطلع السنة أظن على أنه إذا ما تم هناك مؤشرات مطمئنة هناك نجاح بطب الحال حتى وإن كان جزئي ربما قد تعمم قد تتوسع أكثر والأهم من ذلك هو زرع روح المقاولة لأن هؤلاء الشباب لجب أن نقول أنهم يهربون من واقع اجتماعي مزري لكي يختبئون في المقاولة لأن تحتى المقاولة لديها الشروط لن نتكلم فقط عن القرض هناك من جهة أخرى مواكبة فمثلا في الدول المتقدمة أنه كمواكبة لهؤلاء الشروطة حتى لا يكون هناك خوف الفشل هناك لجان وطنية وجهوية للمواكبة تماما 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 تم تنصيص مراكز جهوية الاستثمار لها دورها أيضا في التوجيه تماما هذا نوع من الحكامة التي بطبع الحال تم أخذها بالاعتبار في البرامج الأخيرة لكن أتكلم أن تكون فعلية بداية البرنامج يعني أن يتم تنزيل هذه الحكامة بالفعل ولكن كما ذكرت ما هو موجود لحد أمر برنامج في هيكلاته ومطمئن فيما يخص كما قلت بالنسبة للشباب يجب كذلك إنماء هذا الحص وهذا الحص المقاولاتي يمكن أن يكون في البرامج الدراسية لا يمكن أن نقول للطيفة والتلميذة والطالب أنك ستتجه بعد الدراسة إلى القطاع العمومي يعني الكل ينتظر القطاع العمومي يمتص حتى وإن كانت هناك بعض المعيقات لكن نتفق أنه العامة يدابون القطاع العمومي كملجأ لكن يجب أن تشجع مبادرة سواء داخل الأسرة أو حتى داخل المرامج الدراسية أو يؤثرون الهجرة في نهاية المطاف وهي ظاهرة سلاح ذو حدين خاصة هجرة الكفاءات والأدمغة التي تؤذبنا إلى نزيف بعد تكوين مضن في الجامعات والمعاهد المغربية ونحن لا يمكننا أيضا أمين أن نناقش هذا الموضوع بتفاصيله المعقدة في حلقة واحدة ولكن نتمنى أن نحيط به إن شاء الله معكم ومع دوف آخرين في مجموعة من الحلقات المقبلة لأن هذا الموضوع بالفعل يستحق النقاش العميق لنتعرف على الإشكالي وأيضا إن كانت هناك حلول مستقبلي أمين سنوني رئيس المجموعة المغربية للشأن العام والاقتصاد شكرا جزيلا لك وسررت بتواجدك معنا شكرا لكم وعيد مبارك سائل الجميع المشاهدة العام تبقى الخير شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أنا ما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القيامة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم شكرا